التجربة الحسية والذاكرة الحسية والفرق بينهما في صناعة الواقع الذي نعيشه وكيف يمكن أن تنعكس هاتين الخاصيتين على حياتنا بشكل إيجابي محاور سيعرفنا عليها أكثر الدكتور طالب تكيدك خبير التنمية البشري يسعد صباحك يسعد صباحك ياهلا يعني بدأت خليل معرفة للمشاهدين شو المقصود بالتجربة الحسية والذاكرة الحسية تمام بدنا نبدأ التعريف بمثال بسيط لنفرض أنا كنت بحفلة معينة حفلة عرص أو حفلة عيد ميلاد لحده وقضيت ساعتين من الزمان وكانوا ساعتين حلوين وفي آخر الحفلة صار إشي مش حلو صار إشي مثلا اندلقت كاسة عصير على فستان لوحدة معينة أو على البدلة أو حدا سمعني كلمة مش حلوة ما أعجبتني في هذه المناسبة في آخرها وبعدها بيجي بيسألني هيا حدا بقول لي كيف كانت الحفلة بقول له بالمرة ما كانتش حلوة أو أنه يعني هذه الحادثة هي بتضغى على كل الأشياء الإيجابية والحلوة والمفرحة بالنسبة لي في عالم الذاكرة فإذا حدث أني كيف كان العرص راح أقول له بالمرة مش حلو لكن العرص كان حلو بدليل أنه أنا ساعتين قبضيتهم كانوا رائعين وصار إشي بآخر خمس دقائق فقط هو اللي خرى بالتجربة في لحظتها فإذا بدأ أكون موضوع يباجي بقول أنا قبضيت ساعتين كانوا كتير حلوين وبجننوا ولكن صار عندي خمس دقائق ما كانوا كتير حلوين اللي بصير في واقع الأمر أنه إحنا ما منتذكر التجربة نفسها ولكن منتذكر الذكرى نفسها فاللي خرب مش التجربة بدليل أنه مرتاني أنا قبضيتها الساعتين كتجربة حسية فيزيائية مرأت لكن ذكريات التجربة في ذاكرتي هي اللي خربت أو ضربت أو تم إفسادها بسبب مؤثر خارجي صار ولما بدي أرجع أسترجعها ما بس ترجع التجربة نفسها بس ترجع الذكرة في ملف الذكرة صار إشي خرب كل الذكريات وهذا كمان إحنا منسمينه من الإلغاء والتعميم بمعنى أنه كان عندي تسعين بالمئة إشي إيجابي أو خمسة وتسعين أحيانا وخمسة بالمئة صغار إشي سلبي فباخد الخمسة بالمئة حطهم عجنب بمسك الخمسة وتسعين بشطبهم والخمسة بفردها على كل التجربة تصبح الخمسة بالمئة السلبية هي كل التجربة وللأسف كثير من الناس في واقع الحياة عايشين في داخل الذكريات الحسية مش في التجربة الحسية وما بيعرفوا يفرقوا بناتهم وهدولا بيتعبوا كثير يعني كمان هذا يعني مش بس على مثلا يعني حوادث يومية على أيامنا يعني مثلا أنت بتكون سعيد طول اليوم بعدين آخر إشي بيصير موقف في اليوم بنكذ عليك يومك أو في ناس بتعملوا بالعكس أنه مثلا من بداية اليوم إذا فيه إشي عكر مزاجهم بضلهم مستمينة أنه خالص تعكر مزاجهم يعني كأنه يعني بيستبق الأحداث وبيفترض أنه يوم متعكر لأنه صباح كان معكر يعني نأخذها من الأولى الأولى أنه إذا صار إشي في نهاية النهار هل فعلا نتنكد يومي؟ لا هو اليوم من الصبح لوقت ما صارت الحادث السلبية كان ممتاز وصار إشي سلبي هذا كواقع فيزيائي حسي لكن كذكريات شبكتهم كلما بملف واحد والملف السلبي طغى لأنه اللي بارز ومبين أكتر إشي فصار بالنسبة لي صعب وشفت الذكرة وكأنها ذكرة سلبية طب دكتور هون يعني خلينا نحكي عن إشي عملي يعني كيف نقدر مثلا نفصل هذا الجزء اللي هو 10% من خلال اليوم يعني هو 90% نركز عليه ونقنع أنفسنا إذا فيه طريقة مثلا تقدر تعطيننا إياها إنه لا لا اليوم كان جميل أو الحفلة كانت رائعة بس صار فيه إشي يعني أزعجنا بالآخر مش العكس مش نحكي إنه العكس لا أول إشي إذا بقول شغلة وبحط بس في لغة العقل هي البس معنات اللغة هي مشكلة يعني إذا باجي أنا بقول لك شغلك كتير رائع بس إذا بضيف للبس تنهيدة صغيرة بتضيع إنه الدماغ بركز على إشيء سلبي صح فكلمة لكن أو بس تلغي ما قبلها فالشخص بيبدأ يركز بطريقة سلبية على الإشيء وصيره الله يستر هلأ إبسر شو بدي يطلع لي إشيء سلبي فإذا أنا بدي الشخص أزرع عنده تفكير إيجابي يستحسن في معظم الأحيان مشكلها ما أستخدم كلمة بس ولكن بس تبدلها بكلمته مع هيك ومع هيك؟ ومع هيك يعني شغلك كتير ممتاز ومع هيك ممكن يكون أكثر روعة إذا سويت واحد تنين ثلاثة هم نفسهم البس لكن لما حطيتها بإضافته مع هيك أو مع ذلك ما أخدهاش الدماغ على إنها إشيء سلبي فابنقزش بيضله مرتاح وبيخدها بطريقة مسترسلة فما بحطه بدائرة رد الفعل السلبي وهذا اللي إحنا كتير مرات بيصير معانا إذا بقوله شخص أنت ممتاز لكن ببطل إسماني ما بس معها ببس مركز كيف بدي يرد على الاتهامات اللي أنا رح أعطيها ومنستفيدش إحنا التنين وبتصير ذكريات سلبية وبطلع من التجربة الحسية نفسها وهذا الشيء للأسف يوضينا في مكان غير منتج نصير نضيع وقت بإيش حكى وإيش أصده ولأ أنا فهمت صح وهذاك فهم غلط ووضعت أي مسنين أحيانا وهي كلمة يعني لكن أو بس هي اللي تفرق يعني كلمة زائد التفريق أو التمييز ما بين التجربة الحسية والذاكرة هذا كمان يعني مسؤولية على الطرفين سواء الشخص اللي حكى الاشيء السلبي يعني لو على سبيل مثلا أنه خلص حكى أنه أنت كنت ممتاز لكن عندك كل هاي الأخطاء الشخص اللي بتلقى أيضا كيف يقدر يفصل نفسه ويركز على الإشيء الإيجابي ويتحاول يتعامل بشكل يعني عقلاني مع الأشياء السلبية ويتقبلها يعني بلا درجة كتير كبيرة صح بالنسبة لإليف دوراتنا التدربية المسؤولية تقع على اللي بتعلم معي دورات تدربية وهلأ تقع على أي حد عاد بشوفنا وبيشاهدنا لأنه صار يعرف طرف الثاني ما بيعرف وإذا أنت سيرت تعرف هذا الأشي فالمسؤولية تقع على عاطقك أنه أنت تبدأ تغير بحالك ابتداءا شوي شوي بتغير بالآخرين فإذا شخص رمالي كلمة وما أعجبتني في تجربة أخدت ساعة أو ساعتين ما خربت كل التجربة خرب دقتين من التجربة كفكرة وأنا بقدر بالذاكرة نفسها أروح ألغيها وهقول لا وممكن كان أصدو إيجابي وهذا بجيبنا لتدريب عملي مثل ما طلبتي كيف أفصل ما بين الواقع والتفسيرات بين التفسيرات متعددة إذا شخص كان قاعد بجلوس سلبي مثلا وحاطت إيده على خده وتطلع لتحته وتنهد فأنا باجي بقول هذا شكله مهموم أو شكله بفكر بإشي أو شكله ماك المخالفة على الصبح أو 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 كثير شغلات بينما إذا بدي أكون واقعي اللي شفته أنا شخص حاطت إيده على خده وتطلع لتحته وتنهد هذا كل اللي شفته يعني هون فيه افترضات دائما نفترض يعني دائما حتى أحيانا يعني منتواجه في مواقف أنه أنت بتكون مفترض أشياء بس هي عملية مش صحيحة أو يعني ما حصلت فكيف الواحد ممكن يتعامل مع هذه يبدأ يميز مشكلة عند العقل أنه ما رح يقدر يفصل زي لما أنا باجي بسأل بقول هاي إيد صح وهذا بطن الإيد وهذا ظهر الإيد أنا ما بقدر أفصل باطن الإيد عن ظهر الإيد ولكن بقدر أميز أنه هذا بطن الإيد وهذا ظهر الإيد وبالتالي ما بقدر أفصل الواقع عن التفسيرات لأنه إحنا حقيقة منعيش بعالم التفسيرات ما بعيش أنا بعالم الواقع دائماً كل البشر عيشون بعالم التفسيرات لازم أفسر الواقع الذي رأيته وبناء على تفسيري بأخذ قرار وبتصرف بناء على هذا القرار جميل هذا على فكرة لأنه إذا أنت بتفسر يعني معناته أنت حسب كيف أنت تفسر الواقع إذا أنت تفسره بشكل إيجابي فهو إيجابي لأنك أنت تفسرته كذلك وإذا سلبي فهو بالفعل سلبي وعلى ذلك نحن في دوراتنا معظم الشغلات التي نعلمها للناس أنه يأخذوا واقع ويأخذوا منه عدة تفسيرات وبعدين يختار أنت أي تفسير بدك تعتمد لباتك عشان تشتغل أصلاً أنت هيك شغال هيك المخشغال هو يأخذ تفسير ويأعتمده كواقع إحنا نعمل أنه يأخذ عدة تفسيرات وهلأ قرر أي تفسير بدك تعتمده كواقع كثيراً يخفف من التفكير السلبي ويزيد من الإنتاجية أو من التفكير الإيجابي المنتج لأنه يؤديني لمحلمني لكن عملياً للأسف عندما نتحدث عن الناس أنه يقول لك نظرية وكأننا نكذب أنفسنا عندما أريد أن أسقط أشياء معينة وأفسر حسب نفسي لأنني أريد أن أفكر بطريقة إيجابية وكأنني أفعل برمجة لدماغي أنه هذا شيء يكذب أنا أكذب عن نفسي فهل هذا صحيح ونكذب على أنفسنا نسأل سؤال من قال أن التفسير الذي تختارته أولاً لم يكن هو الكذب على خالك يعني من الذي يثبت لي أني منهم الكذب أو أني الغلط وأني الصح ما أنا رح أخذ واحدة وأفكر أنها هي الصح ممكن أن تكون خطأ وأكبر دليل أنه ببعض الأحيان صار في بيني نقول تتش صغير بيني وبين حدا حكالي كلمة سلبية أو وصلني عنه أنه حكى إشي سلبي وأنا ما أعجبني الكلام وروح تسمعته اللي فيه المصيب وبعدين وصلني خبر أنه ما كان هيك قصده أو لما توجهنا بعد شهور اكتشفت أنه أنا كنت غلطان فباجي بقول يا الله يا عنساعة الشيطان وأنا باجي عادة لما ناس بقول لي هيك بقول لهم شخص الشيطان أنت اللي اخترت أنك تفكر بهذه الطريقة ولو جيت اليوم هأقول لك بتجربة جديدة فلان حكى عنك إشي ورح تزعل منه بس أنا أوحد أقلك هذا الإشي وجيت أنا بقول لك اتذكري المرة الماضية كيف أنك كنت أخطأتي وانتبهتي للخطأ بشكل متأخر هاي المرة راح تمالي تكوني غلطانة معظم الناس بقولوا لي صح المرة الماضية أنا كنت غلطان والاعتراف بالذنب فضيلة بس هالمرة أنا ميتأكد إنه صح وبرجع باقية شهرين ثلاثة بيكتشف أنه كان مخطئ وهيكا الدنيا معاشية أهم شغلة أبدأ أركب عدسة المرة الماضية حكينا عن العدسات أركب عدسات أني أشوف عدة تفسيرات للإشي وأجي أشوف أنو أكثرهم انتاجية بالنسبة لإلي هل السلبي أو الإيجابي وأبدأ أنا أقرر كيف بدي أنا أوجه حياتي مش أخلي الظروف هي اللي تتحكم بحياتي أنا اللي أتحكم فيها نعم يعني في هاي المواقف عادة ما بيصير مثلا مشاكل بين شخصين سواء بالعمل بالبيت دائما الواحد استرجع يعني كل التفاصيل وكأنه بفتح كل الدفات القديمة استرجع الذكريات الحسية مش التجارب الحقيقية اللي خلينا نسميها اللي هي التجارب الذكريات الحسية اللي هي بين قسين تفسيراته الخاصة للأشياء اللي صارت في الماضي واللي مش بالضرورة تكون صح كتفسيرات هو أخذ كل التفسيرات تبعته وبدأ يحطها اليوم أحكي لك قصة على التفسيرات نعم ممكن تسير شخص قاعد مع صديق لأله وشخص غني جدا تزوج بنت فقيرة وهذا الشخص عنده كثير مقتنيات من ضمنها عدة سيارات فأجا بيقول أنه لزوجته الصغيرة الصبية اللي كانت حلوة بيقول لهاك أي شيء بالبيت بتقدر تستعملي معدى السيارة الجديدة هاي سيارتي هاي ولا حدا بيقدر يستعملها فرجاء خاص ما تستعمليهاش قالت له معاشي مرت الأيام واضطرت أنها تستخدم السيارة لأنه إمها كانت مريضة وما فيش مجال أنها تروح ما قدرتش تطلب تكسيد اضطرت أنه تاخد السيارة وبتعرف أنه زوجها منعها وراحت لما عرف زوجها وكان قاعد مع صديق لأله بيقول له تخيل أنه هي بتعرف أنه أنا منعتها قلت لها أي شيء معدى هاي لكن قررت تخدها وتروح تزور إمها أو تشوف إمها بالمستشفى شوف قديش الحب ودرجة الحب ما أقواها فسر الإشي على أنه حب للوالدة مرأ سنت زمان صار فيه مشاكل بينه وبين زوجته قاعد مع نفس الصاحب وبشكيله ولا أخي تذكر أنه قبل فترة الإشي الوحيدة اللي طلبت منها ما تسويهوش رح تسوته بالجهر ورح تأخذت السيارة وطلعت ما أنه أنا قلت لها لأ انتبهي أنه الواقع واحد صح تفسروا تفسيرين مختلفين وإحنا هيك في معظم حياتنا نأخذ واقع معين ونفسروا على المزاج أو على هوا الراحة الداخلية اللي بتعطيني نوع من الإشباع لأنه هذا التفسير لإلي هيك في هالوقت هذا مناسب بيعطيني شعور الإيجابي أو سلبي بس اللي مقنع لإلي وكأنه الواحد بشعر بالراحة يعني لأنه بفسر التفسير اللي هو بديه حتى لو كان سلبي حتى لو كان سلبي صح لأنه أنا هيك مرتاحة لا الحق عليهم أو هم اللي عملوا هيك أو هم اللي عملوا كذا وإن كان شعوري سلبي وأنا متنكد بس مجرد لقيت شماعة علق عليها الحس السلبي اللي عندي بيعطيني بطريق غير مباشر شعور إيجابي طب أي مهم أي مهم أنه نقول المونولوجيا الداخلي هذا الحوار مع الذات يعني أنه نحكي مع أنفسنا أنه لا على ما يوجد وجه آخر للموضوع وأنه كان فيه نفترض الإيجابي أو نفترض حسن النوايا أما مهم أنه نخاطب أنفسنا أبراً أن نفعل ونأخذ ردات فعل سلبية على تجاه هيدم كثير مهم وتدريب عملي له من أعطيف دوراتنا هو أن أعيش بإطار واحد بالمئة ما يعني؟ أسأل حالي سؤال في أي ظرف أريد أن أخذ فيه قرار والقرار قد يكون سلبي على علاقة ما بيني وبين طرف تاني وأسأل حالي هل هناك احتمال ولا واحد بالمئة واحد بالمئة فقط أنه أنا أكون غلطان هذا السؤال مهم جداً على سكرة هذا السؤال أسأله لحالي إذا هناك احتمال واحد بالمئة أني أكون غلطان ما بشد كثير على التسعة وتسعة بترك الباب مفتوح لأنه هناك احتمال أنه أنا أكون غلطان إذن ما بصرش وما بنشف رأسي على الأشي اللي موجودة قبالي أنا كنت بدأت أسأل سؤال وما كملتوا عن أنه عندما يحدث هناك مشاكل سواء بين الأزواج أو الأصدقاء أو زملاء في العمل موقف أو حادثة معينة نتذكر كل الأشياء التي قبل حدثت ونرجعها ونسقطها على نفس الموقف وكأنه يعني زي ما حكيت نفتح الدفات الأخيرة ونقلب المواضيع مع أنه حادثة بسيطة ممكن نتجاوزها ما هو التكنيك التي نعملها في هذه الحالة؟ أول شيء يعطيك سلبية هذا التفكير بملفات العقل أنا عندي ملفات التجارب ملفات مختلفة لكن ملف الإحساس من نفس النوع هو ملف واحد تراكمي وبالمعنى أنه إذا أنا جبت عشر تجارب بنفس الإحساس السلبي العشر تجارب لما بتذكرهم وبفتح الملفات القديمة بجيبولي عشر ملفات معلومات ولكن ملف إحساس واحد بيكبر فلما بتذكر عشر أشياء سلبية بصير عندي شعور سلبي بحجم عشر أشياء بالضبط ليس بحجم الأشياء نفسه هناك أشياء يتذكرون وأشياء من سنوات وكأنه ليس ناسينها أو ما أسقطوها أو ما فتحوا صفحة جديدة أعطيك الأشي الأصعب بما أنه صار ملف الإحساس ملف واحد يكفي أن في يوم من الأيام أتذكر تجربة واحدة من هذه التجارب كمعلومات راح تجيب لي ملف الإحساس تبع العشرة كله فأنا بفكر بإشي صغير بس بشعر بسمة بدن كتير كبيرة ومش عارف ليش فبعطي الإشي أكبر من حجمه إذا بدي أبدأ أتدرب واحدة من التدريبات اللي كتير حلوة أنه أعيش بإطار الواحد بالمية تدريب تاني منعطيه للمتدربين اللي عنا في الدورات المطولة وهون بيكون مسؤوليته فقط على المشاهدين أنه أعمل تدريب من سميه تدريب الخمسة في تلاتين أنه لمدة تلاتين يوم كل يوم أبدأ أسجل على دفتر صغير خمس أشياء إيجابية صارت معي في هداك النهار بس أسجل خمس أشياء إيجابية لمدة تلاتين يوم الشارط لتلاتين يوم متواصل كل يوم خمسة 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 في نهاية التلاتين يوم wiecon edema بيكون الدماغ تدرب بشكل مهارة عصبية في الجهاز العصبي على أنه يبدأ يشوف الأشياء الإيجابية الموجودة في المحيط والذي كانت موجودة من الأساس ولكن لم يرونها أصلاً دكتور هذه هي اللي نسميها البرمج اللغوية العصبية أنه أنت بتبرمج نفسك من خلال هذه التمرينها هذه جزء من أدوات البرمج اللغوية العصبية جزء من أدواتها طب دكتور كما فيه أحياناً يعني الناس بتسقط تجاربها السابقة على تجارب بتصير معها حالياً يعني فبتخاف تكررها مثلاً حدا كان عنده تجربة سيئة مثلاً في العمل أو تجربة عاطفية سيئة فلما بيجي بقدم على تجربة جديدة بحيث أنه يعني بصير يسترجع كل الذكريات السلبية برتبطة بهذه التجربة وبالتالي ممكن يفشل فيها لأنه بعيد السيناريوهات السابقة أو أنه ما يقدم عليها فإيش ممكن ننصحهم يعني في الجزء راح نحكيه هلأ وجزء ما بينفع نحكيه لأنه بيأخذ وقت بالتدريب الجزء الأهم واللي بينفع يصير أنه أبدأ أتعلم من العثرات اللي صارت معي إذا تعلمت منها درس وعبرة وبدأت أستخدمه في التجارب القادمة بخف حجم الملف السلبي أو الشعور السلبي الموجودين دي هلأ كيف بدنا نعمله إذا كانت الشغلة كتير قوية خلينا نعطيها مداها أول فترة زي ما من حقي أنه أنا أفرح لما بيكون عندي مناسبة فرح من حقي أنه أنا أحزن لما بيكون عندي مناسبة حزن فإذا صار فيه إشي سلبي فشل في علاقة أو في تجارة أو في أي أن كان حقي أنه أنا أحزن وأخذ هذا الشعور وأعطيه مدى أسبوع لشهر بعدين أبدأ أتعلم دروس وعبر من هذه التجربة وأبدأ أدخلها في التجارب اللي بدها تيجي لقدام بهاي الطريقة بتلافى تراكم حجم الملف الحسي اللي هو الشعور السلبي تجاه تجربة معينة هلأ كيف نفكفك الطاقة السلبية من تجربة معينة هذا موضوع عادة بده تدريب شخصي لأنه حالات خاصة تختلف من شخص لشخص فبكون بدها إشي مبهاشر مع الشخص نعم طيب أنا عندي سؤال أخير وسريعا للأسف لأنه انتهى وقتنا كيف الواحد يعني إحنا كثير نتأثر برأي الآخرين فينا سواء يعني رؤسائنا في العمل سواء أزواجنا سواء يعني أصدقائنا فلو كانت هذه الأراء سلبية يعني حتى مثلا التربية يعني الأب أو الأم كيف ممكن يحكي لأولادهم انت فاشل أو عمرك ما رح تنجح فكيف ممكن الشخص نفسه يحزل نفسه عن هذه الأراء ويعني يخاطب نفسه بأنه لأ هذا مش صحيح وأنا مش هيك تمام بداية يبدأ يسجل عن حالة وشغلات إيجابية وبعدين مش مطلوب أنه يحزل نفسه مطلوب أنه الكلام اللي بيبقى جاي من أشخاص مقابلة لإلي بتشكل منه عين في معلومات وفي طاقة في داخل الكلام قد تكون إيجابية أو سلبية أنا بدي أدرب حالي على أنه الكلام اللي جاي إذا فيه طاقة سلبية أفصل الطاقة السلبية عن الكلام وأخذ المعلومات من غير الطاقة السلبية المرافقة لإله وهذه مسألة التدريب عادة بتأخذ من شهر لك كلمات طاقة سلبية يعني كلمات سلبية كلمات فيها معلومات لو أنا جاءت أحكي معاك كلام سلبي وممكن أقول عنك كلام أنه أنت ليس منيحة وانت كذا وانت كذا بس بحكي بالصيني وانت ما بتعرف بالصيني وأنا مبتسم بنفس الوقت ما رح تعطي طاقة للكلام لأنك مش فهمتي فاللي بحمل معاني للمصطلحات اللي تتيجي هو المستقبل مش المرسل نعم يعني للأسف انتهى وقتنا بس في تفاصيل كتير بلكي في حلقات قادمة إن شاء الله دكتور طالب تكيدك خبير التنمية المشترية شكرا لأن وجودك معنا شكرا لكم ياهلا مشاهدينا خلينا نشوف فقرة اليوتيوب